بسم الاياب والابن الراحة الكدس الان واحد امين حلقة جديدة من تساؤلات كتابية وهنستكمل النهاردة بنعمة ربنا البانورامة التاريخية لاصفار العهد القديم كنا ختمنا حلقة المر اللي فاتت في مقارنة سريعة جدا بين سفري ملوك اول وثاني ورجاء محبة نسترجع هذه المقارنة ونحاول نكتبها في كتابنا المقدس ونعلمها ونكتبها ونعرضها في اجتماعاتنا ونحفز ولادنا الشوطر اللي يحفظ الكتاب المقدس وهي كريز بي بعد ما تحفظه تقدر تفهم الشخصيات اللي جات في سفر الملوك الاول ملكة سبق اسمها بلقيس دي طبعا زارة سليمان الحكيم لما سمعت عن حكمته ومجد غيناء بعد كده يارو بعام اسمه يارو بعام مش اربعام يارو بعام ابن نبط وده معناها يكثر الشعب ده قائد الانشقاك بالاسباط العاشر الشمالية وليه قصة كبيرة جدا حكيناها قبل كده في حلقات تساؤلات كتابية عن انقسام مملكة بعد كده عندنا راحو بعام ابن سليمان التسع الشعب وده ابن سليمان لحصرة ايامه الانشقاك في ايام يارو بعام ابن نبط إليه إلهي يهوى وده طبعا نبي عظيم جدا عاش في المملكة الشمالية واختطف اخيرا للسماء وغالبا يعني احنا لسه لنا لقاء مع هذا النبي في سفر رؤية اخيب اخوه الاب واخيب ده في الحقيقة ملك اسرائيل وكان شرير جدا وتجوز من امرأة شريرة وهو ايزابيل وده الحقيقة ادخل ابادة البعل لاسرائيل ولما اقول اسرائيل يبقى مملكة الشمالية إليشع الله خلاص من صبت يا ساكر وده تلميز إليه ويعني ده المسؤول عن العمل النبوي بعد إليه نبوت اليز رعيلي معناها نبات قتله او قتلته ايزابيل في الحقيقة ليستولي اخيب على حقله والقصة المشرورة لحضراتكم عارفنا اقسام سفر الملوك المملكة الموحدة في ايام سليمان من صح واحد لحضر عشر ثم المملكة المنقسمة بعد سليمان من اتناشر لاثنين وعشرين يعني غريب جدا ملوك ده بدأ بمجد سليمان في مملكته والتساع المملكة اكبر ملك قدر يعمل نفوذ اقتصادي وسياسي وحربي لاسرائيل واللي تفرج على خراية سليمان ده او التساع المملكة ايامه نجد انه وصل فوق لارام سوريا وامتد الاجزاء من ايران كنفوذ اقتصادي كان بياخد منهم يعني منافع واقتصاد وجزية وحاجات زي كده عشان كده الخسارة بعد سليمان كانت خسارة فادحة انه بعد ما هما كانوا مستولين على ايزاء كبيرة حتى من اراضي اعداءهم حتى لو مش بالنفوذ العسكري لكن على الاقل بالنفوذ الاقتصادي صار الاعداء بيقسموهم وياخدوا منهم سبايد الاصر عندي في المملكة المنقسمة في الحقيقة بتتكلم على احداث الانقسام اللي حصلت في موت سليمان في الصحاح الاثناشر وبعد كده بعد الصحاح الاثناشر بنيجي يحكي تاريخ اربع ملوك من يهوزة وسبع ملوك من المملكة الشمالية هولا حضراتكم كده ملوك يهوزة اللي جم فيه سفر ملوك اول هم راحوا بعام ابيا قاسا ويهوى شفاط دول ملوك يهوزة وهقولكم على ملوك اسرائيل هم ياروا بعام نداب بعشة ايلة زمري عمري اخاب يهوى شفاط طبعا حضراتكم وانتو بتقروا طبعا هنختم صفر ملوك اول باخذية بداية حكم اخذية ده كان ملك اسرائيل وحضراتك بتقرأ جوه صفر الملوك الاول هتجي لنفسك تلغبط اسماء كتير وانت مش عارف الملك ده تبع مين واني مملكة وده كويس او لوحش اكتب بس عند حضرتك كده قال ان الملوك اول فيه اربع ملوك للمملكة الجنوبية او مملكة شفاط لهم راحوا بعام ابيا وقاسا ويهوى شفاط وبقية الملوك السبعة كلهم من المملكة الاسرائيلية الشريرة اسماء الجغرافية او الاماكن الموجودة في سفرين ملوك هم جيحون شاكيم سامرة نهر كيشون لبنان وادي القدرون جبل الكارمل يزرائيل جبل حريب دوثان سالع مجدو شونم لخيش توفى في وادي ابن هنوم دول كده جغرافية سفري ملوك اول وتاني هناخد بعد كده اقسام سفر الملوك التاني حضراتكم اللحظين ان احنا بناخد تقسيمات الاصفار الهدف منها بس ان احنا نكون واحنا قاعدين نقرأ فاهمين كويس قوي حدود السفر ده بيبدأ منين وينتهي منين ويكلم عن ايه القسم الاولاني في الحقيقة هو بيتناول ملوك التاني لاصحات من واحد لسبعتاشر ودي بتتسمى المملكة المنقسمة فبيتكلم فيها على المملكتين الشمالي والجنوبي عشان كده بيدم تاريخ اتناشر ملك من اسرائيل وسبع ملوك من يهوزة بعد كده القسم التاني هو مملكة يهوزة الاصحاح 18 ل25 ده بيحتوي على تاريخ مملكة يهوزة فقط بتكلمش خالص على المملكة الشمالية طبعا ده لان في الوقت ده او في الاصحاح 18 كانت المملكة الشمالية تم سبيها الى مملكة اشور هنا بيدم تاريخ 8 ملوك من يهوزة من فضلك لو المعلومات دي حضرتك مش عارفها وانت بتقرأ الاصحاحات دي او الاصفار دي هتلاقي نفسك عينك زاغت على الاحداث وبادلت لغبة ما بين الملوك الكتير والاحداث المتتبعة في هذه الاصحاحات الشخصيات الكتابية الموجودة في سفر ملوك تاني إليا إليشع نعمان السورياني عثاليا يهوى يداع سنحريب وحزقيا ومنسة هاجه عند سنحريب هقف واقف بس كده بسيطة جدا سنحريب هو آخر ملك من ملوك المملكة الاشورية اللي احنا ذكرناه او تذكر لنا في الكتاب المقدس وجيه بعد وبعد كده المملكة البابلية فكر حضراتكم ان المملكة الاشورية اخدت المملكة الشمالية على ثلاث مراحل ثم اتى سنحريب ليقيم حصار حول ارشاليم بعد ان استود على ستة واربعين مدينة من المملكة الجنوبية الله ارسل ملاك واتى المية خمسة وثمانين الف جندي من جيوش الملك سنحريب تكهكر سنحريب ورجع لاشور هناك تم اختياله غريبا على يد ابنائه الاتنين وبكده انتهت المملكة الاشورية بعد حرب مع بابل واصبحت بابل هي سيدة العالم فيما بعد يوشيا نخو صداقيا بعد كده نبوخز نصر قائد او يعني ملك بابل في ذلك الوقت وبعد كده عندنا جدالية اللي هو معناها يهوى العظيم ومنازمة نبوخز نصر معناها نبو حامي الحدود بعد كده الغرض من سفري الاخبار ليه بقى سفري الاخبار دولك كتبوا اساسا يعني ليه واحنا بنقرأ كده الاخبار بنتكلم عليهم طب ابونا انت ازاي نقلت من ملوك لاخبار كده مرة واحدة احنا قولنا قبل كده ان سفر الاخبار هو سفر بيغطي احداث مكررة مرة تانية من بداية من صمويل التاني مرورا بملوك اول وتاني الهدف من الاخبار انه يعيد الاحداث تاني لكن بمنظور ليس مدني لكن بمنظور كهنوتي احنا خدنا الاحداث دي او الفروقات دي في بداية البانراما خالص في الحلقات السابقة سفر الاخبار بيتكلم على البقية الامينة العائدة من السبي خلي بالحضراتكم ان سفر الاخبار دي مكتوب بعد السبي وبالتالي هو هنا بيتكلم على اخبار بقى العائدين هيعملوا الناس دي بيحاول بيحاول يوجه لهم رسالة امينة بيحاول يوجه لهم رسالة توبة بيحاول يوجه لهم رسالة انك ما تغلطش تاني خلي بالك خطيتك هي لقضيتك للسبي عشان كده بيقدم تاريخ بيقدم لهم تاريخ عمل الله مع الاباء والاجداد كان عامل ازاي فاخبار ايام تاني بيقولهم ان البقية الامينة على عائدة من السبي البابيلي الارشاليم ليها دور مهم جدا ان هي تبني الهيكل وتحافظ على حياتها وعلاقتها بالله اخبار ايام اول في الحقيقة قدم الانساب الرئيسية لاسرائيل من اول ابونا ادم حتى شاول الملك ثم انتقل الحديث عن داود النبي حتى نهاية السفر وده بيقولهم يعني انه من ادم لداود انت شفتوا الانقصار احيانا شفتوا شاول وقع بينا ازاي لكن داود كان تمام وعود الوعود او العهود الالهية ما بين ابونا ابراهيم وربنا وما بين داود وربنا ان من ناس لهم يأتي المخلص فاخبار ايام تاني في الحقيقة بيشرح فيها مجد هيكل سليمان كان عامل ازاي بيشرح ازاي تهدم هذا هيكل بسبب خيانته مبعدهم عن ربنا وينتهي السفر بقرار كورش باعادة بناء الهيكل مرة اخرى وفي الحقيقة السفر دا بيكشف ليهم عن ثمار الطاعة بتكون ازاي وتمن كسر العهد ايضا ازاي يكون تمنه هو السبي الضياع البعد عن الله والمهكوث في ارض الشيطان هي ارض السبي لكن لما رجعوا او لما تابوا ربنا رجعهم مرة اخرى ايضا لارضهم ايضا صفر اخبار ايام اول بيغتي اصححات او الاصححات العشرة لتسعة وعشرين اربعين سنة من فترة حكم داود لإسرائيل ودي اللي بتبدأ بموت شاول وتولي داود الحكم تنتهي ايضا سنة تسعمائة وسبعين بموت داود الملك كملك لإسرائيل في اخبار ايام التاني بتغطي الاصحات من واحد لتسعة فترة اربعين سنة اللي هي فترة حكم سليمان لإسرائيل وبعد كده الاصحات من عشرة لستة وتلاتين بتغطي فترة تلتمية تنين وتسعين سنة دي اللي حصل فيها انقسام المملكة وحصلت فيها احداث السبي وضمار الهيكل سنة خمسمية ستة وتمانين قبل الميلاد بعد كده انتهي اخبار ايام تاني بقرار كورش الملك بعودة المسبيين وده كان سنة خمسمية وتمانية وتلاتين قبل الميلاد حداث تاريخية كتيرة شوية لكن تستاهل مننا وتستحكم مننا احنا يعني نعدها ونكررها مع نفسنا لغاية ما نحفظها تماما هناخد اخبار ايام اول تقسيماتهم بتكون ازاي من واحد لتسعة انساب بني اسرائيل ومن عشرة لتسعة وعشرين حكم داود الملك والسؤال اللي دايما نضطرح هنا هل يابقونا لازم واعد اقرأ الانساب لو انا في ارياتي اليومية وانا درزي او انا مش متخصص اوي في الكتاب المقدس ممكن اعدي لصحات اللي فيها انساب وادخل على طول على لصحاح رقم عشرة في صفر اخبار ايام اول بعد كده اقسام صفر الاخبار التاني عندي من واحد لتسعة حكم سليمان وعلي كده عندي من عشرة لستة وتلاتين تاريخ ملوك يهوزة وبداتها من حكم راحب عام مهم قوي صفر اخبار ايام التاني في الاحداث بتاعته هناخد كده موقرنا سريع جدا ما بين نثان النبي و جاد الرائي النبيين دول ليهم محور احداث مهم جدا في صفري او اصفار المملكة الحقيقة ان نثان النبي ده ذكره في اخبار ايام اول و جاد الرائي في اخبار ايام اول ايضا لكن خلي بالحضراتكم بقى الفروقات هنا ازاي بينهم يعني في المقارنة اول حاجة انه نبيين عاصره داود الملك ساعدوه في ترتيب خدمة اللويين في بيت ربنا وشاركوه في كتابة اخبار وحروب لكن عندنا في صمويل التاني نثان النبي وبخ داود على خطيطه عبث شبع لكن جاد الرائي وبخ داود على احصائه للشعب في صمويل التاني يبقى هم ذكروا ذكروا في صمويل التاني وتكرر الكلام عنهم ايضا مرة تانية في اخبار ايام اول جاد الرائي ده هو اللي اشار على داود ببناء مسبح الرب في بيدر ارونا اليابوسي مكرنة مهمة جدا 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 مبين النبيين حابب ان احنا بس نقول اسماء المدن اللي جاد في صفر الاخبار حابرون ارشالين بيت لحم بيدر ارنين وبعد كده عندي جابعون شاكيم رموت جلعاد وجبل المرية ومريشة وبابل في سؤال في حقيقة واحنا بنتابع سفرية صمويل واخبار الايام ليه الاسماء مختلفة ما بين الشخصيات في صمويل ونفس الشخصيات اللي بتتذكر تاني في اخبار ايام يعني الشخص اللي بتذكر في صمويل باسم وفي اخبار ايام نفس الشخص لكن باسم تاني اول حاجة الشخص في العائد القديم كان يحمل اكثر من اسم ودي هنا عايزين نرفت نظر حضراتكم اهلينا في الصعيد تلاقي الشخص ليه كذا اسم اسم ليه بالميلاد واسم لما كبر شوية واسم ليه علاقة بحرفته او يمكن بشكله يبقى الشخص عند اهلينا في الصعيد ممكن يحمل كذا اسم معلم نابطرس الرسول ايضا كان يحمل كذا اسم ماري مرقص كان يحمل مرقص ويحان وبالتالي فكرة الاسماء المتعددة لنفس الشخص دي فكرة يهودية اصيلة غالبا ممكن يكونوا اخدينها من الفراعنة لما كانوا معاهم في ارض مصر فيقول لك ان الشخص في العائد القديم يحمل اكثر من اسم نتيجة انه ليه اسم وقت الميلاد واسم اخر وقت الختان زي دلوقتي الطفل ليه اسم في شهات الميلاد واسم في المعمودية اتنين يبقى ليه اسم وقت الميلاد واسم التاني لما تبوق او يبقى صاحب منصب مهم وبالتالي عامل برضه زي فكرة الكهنوت الشخص يبقى ليه اسم في المعمودية واسم في شهات الميلاد واسم تالت في الكهنوت اتنين خلي بالحضراتكم من حاجة ان فيه فريق زمن كبير ما بين سفري صموئيل وسفري اخبار الايام وبالتالي هنا الاسماء بقت معرضة لتغيير الثقافات وتالما تغيرت الثقافات فالاسماء تتغير يعني بوتروس هو بيتر هو بير شمعة هو شمة هي هي بس هنا اختلاف ايه الثقافات احسن حضراتكم من اللغات بتطور نفسها ومع تطوير نفسها ممكن ضي احسن كالعادة وعلشان برضو منسفش حضراتكم انو مشتتين هنستعرض الجدول بتاع مقارنة بين المملكة الشمالية والجانوبية المملكة الشمالية هي مملكة اسرائيل والجنوبية مملكة يهوزة مملكة الشمالية اول ملك فيها يارو بعام ابن نباط لو كان عبد سليمان والمملكة الجنوبية اول ملك فيها هو راحو بعام ابن سليمان المملكة الشمالية عشر اصباط والمملكة الجنوبية سبطي يهوزة وبين يمين العاصمة في المملكة الشمالية كانت شاكيم بقت طرسة بقت السامرة فشكذا نقول ما جازا يعني عاصمة المملكة الشمالية هي السامرة بعد كده مملكة الجنوبية عاصمتها هي أرشاليم تم سبب المملكة الشمالية على يد أشور وتم سبب مملكة الجنوبية على يد بابل أشهر ملوك المملكة الشمالية يارو بعام أخيب يهو أحاز هوشع وغيرهم الكثير مملكة الجنوبية راحو بعام آسا يهو شفاط حزاقيا منسة يوشيا صداقيا كل ملوك المملكة الشمالية أشرار وكل ملوك المملكة الجنوبية أشرار معادة يعني تمانية تقريبا منهم هما الأبرار تسعتاشر ملك حاكم المملكة الشمالية وتسعتاشر ملك حاكم المملكة الجنوبية زائد عثاليا عثاليا مش محسوبة من تعداد تسعتاشر يعني دي تسعتاشر بلس الانهيار في المملكة الشمالية تم سنة سبعمية اتنين وعشرين على يد أشور والمملكة الجنوبية على يد بابل سنة خمسمائة ستة وتمانين هنستعرض بنعمة ربنا الحلقة الجاية الملوك المملكة الشمالية والجنوبية صفات كل ملك ومودة حكمه والانبياء المعاصرين دي واحداث مختصرة باختصار شديد جدا على هذا الملك من فضلكم تابعوا الحلقة الجاية واستعدوا انتم تكتبوا ورانا في الكتاب المقدس بتاعكم او في كشكوم نفصل عشان نحفظ ونذاكر ونكرز بالكلام اللي ربنا ادهونا في الكتاب مقدس وربينا المقدس ما بدين الابد امين